تواصل وزارة الموارد المائية والرأي مشاركتها في أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتحقيق التنمية الشاملة لتجمعات الريفية الأكثر احتياجا وأوضح وزير الرأي محمد عبد العاطي أن أجهزة الوزارة تقوم بتنفيذ مشروعات لتأهيل الترع والحماية من أخطار السيول وحماية جوانب نهر النيلة وكذلك تشغيل الأبار الجوفية بالطاقة الشمسية في 54 مركزا من مراكز المرحلة الأولى للمبادرة وبتكلفة تصل إلى حوالي 13.35 مليار جنائها